أهلاً فيكم برج الأسد في قناتي راح نشوف توقعاتك العاطفية طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أكتر من أسبوعين ممكن أسبوعين شهر أو أكتر تختلف الطاقة من شخص إلى آخر أيضاً القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن فيه ممكن يكون شيء بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه فاخد الإيجابي من القراءة وترك الإشياء اللي تحسها سلبية أو تحسها ما بتفيدك لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر راح نبلش أول إشي بطاقتك طاقتك الحالية وطاقة الشريك وشو هي ممكن تكون بعض العوامل اللي عم تأثر عليكم أو تعثر على تواصلكم في الوقت الحالي وأيضاً شو خطواتكم فيه المستقبل أنت والشريك أو أنت والحبيب ومستقبل العلاقة بينكم طيب راح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الأسد عم شوف في حدا بيه حياتك حالياً عم بتفكر فيه كتير ممكن تكون عم بتفكر بيه شخص عم شوف مشاعرك تجاه الشخص أول إشي سرية يعني ممكن ما اعترفت للشخص حالياً بمشاعرك تجاهه يعني ممكن مخبيها لأنه في عندك بمون هون تحكي عن أسرار فيه إشي عاطفية تجاه شخص أنت مش عم تعبر عنها بالضرورة ممكن أيضاً الشخص اللي عم تتعامل معه يكون محوط بأشخاص أخرى بحياته في الفترة الحالية وإنت عم تراقب الوضع من بعيد أو عم تراقب هالشخص من بعيد عم شوف السبب اللي عم يخليك مش عم تحكي حالياً واحد منهم أنه أنت مركز على وضعك المادي بدك وضعك المادي يتحسن وأيضاً عم تبحث عن الشفاء العاطفي عم شوفك بفترة عم تحاول تستشفي قدر المستطاع لأنه بدك الوضع يكون متوازن بينك وبين الشخص الآخر بمعنى بدك موازنة تكون في بينك وبين الشخص الآخر بالأخذ والعطط ويكون في طاقة إيجابية فإنت عم تحاول تخلي منظورك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه أو حتى إذا كان بعلاقة مع شخص آخر حالياً أو في حوالي أشخاص مو محوط فيهم عم شوف أنه أنت عم تحاول تنظر للأمور بطريقة إيجابية أكتر من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك الحبيب اللي عم تتعامل معه مش مرتاح حالياً عم يحس إنه في فراغ بحياته في فراغ عاطفي مشوش كتير بالتفكير في عنده أكتر من إختيار عم يتعامل فيه حالياً أو أكتر من شخص بحياته حالياً أيضاً ممكن يكون طاقته كتير قاسية أو كتير بارد في الفترة الحالية بسبب إنه عم يبحث هو عن الارتباط وعن الانتزام وعن يبحث عن علاقة جدية ولكن بتوقع هالشخص عالق بين شخصين ومش عارف يختار منهم فالوضع عم يسبب له تشوش توتر وأرق وقلق وبالمقابل من جوه مش راضي هالشخص بيحس إنه في عنده نقص أو جميع الاختيارات اللي هو بحوط فيها حالياً بيحسها مش عم تحقق له الرضا النفسي اللي هو بيطمح فيه أيضاً ممكن يكون هالشخص في عنده مخاوف داخلية كتير كبيرة مشان هيك عم يحاول إنه يوفق بين شخصين أو يشوف من الشخص الأمثل لإنه بالعلاقة ولكن إذا أنت حالياً مش مع هالشخص عم يشوف إنه جميع الاختيارات أو الأشخاص اللي عم يحاول يوفق بينهم هالشخص الأندرتون أو الطاقة الخفية لهالشخص إنه مش راضي عن اختياراته اللي عم يمر فيها حالياً ومشوش عاطفياً وبحاجة إنه ياخد قرار بالفترة الحالية بحياته يحتاج إنه ياخد قرار بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم عم يشوف إنه في أسرار بينكم وفي تشوش بينكم وفي صراع عن السلطة بينكم ولكن في رضا نفسي مع بعض عم تحاولوا عم يشوف إنه واحدة من أسباب المشاكل اللي بينكم أو الخلاف اللي عم تواجهوه حالياً إنه عم تحاولوا إنه تتركوا بعض هون ولكن بالمقابل لسه مشوشين يعني أنت وهالشخص في بينكم عواطف كتير عالية وتفاهم بينكم كتير عالي وبتحس إنه هالشخص مصدر سعادة بالنسبة لإلك بالمقابل هو أيضاً بيحس إنه مصدر سعادة بالنسبة لإلك ولكن في بينكم أسرار في شخص بينكم كتوم في شخص بينكم ما بيحب يحكي أو ما بيحب يعبر عن مشاعره لأنه دائماً بده يظهر بصورة بصورة شخص منتصر أو شخص متمكن أيضاً ممكن يكون بعلاقتكم في شخص أو في طرف حتى الطرف الآخر على منصة أو عم يتوقع من الطرف الآخر أشياء هو غير قادر على تحقيقها عم تسبب مشاكل إنه هالشخص عم يواجه صعوبة بأنه بيستمر بنفس الصورة اللي أنت أو هو بدك ياها بدك يا أو هو بده ياك تظهر فيها لأنه عم شوف إنه في أشياء مش واضحة بينكم بخصوص العواطف وبخصوص أشياء أخرى أيضاً ممكن تكون عملية في شخص عم يحس إنه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون ظهر لك بصورة في بداية العلاقة غير عن حقيقته أو غير عن طبيعته وهالشي عم يسبب تشوش بالفترة الحالية من نسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف هون برج الأسد في عندك مساعدة إلهية رح تيجيك من عند الله في عندك تدخل في المستقبل تدخل روحاني وتغيرات رح تصير في عندك تغيرات كتير رح تصير عندك تحولات عندك تغيرات أيضاً وعندك بداية عاطفية رح تمر فيها جديدة ممكن عرض عاطفي رح يجيك أو إنت عم تبحث عن عرض عاطفي بيئة المستقبل في عندك ممكن تكون أيضاً ممكن في حد جديد يفوت بي حياتك والبداية الجديدة مع هالشخص رح يكون فيها باشن أو فيها شغف كتير عالي مع هالشخص أو ممكن الوضع يتغير بينك وبين الحبيب أو الشريك ويصير فيه تغيرات وفيه بداية جديدة أو تصالح من نوع ما رح يصير بينك وبين هالشخص ولكن بيئة المستقبل الشي الأكيد هون انه انت رح تمر بتغيرات بشخصيتك بتغيرات بروحانياتك أيضاً لأنه مرج الأسد في المستقبل انت محمي محمي من الكون أو محمي من الله هون لأنه في عندك مساعدة وفيه تدخل رباني هون رح يصير ممكن التغير أيضاً يكون مؤلم بالنسبة لك أو ممكن انت تشوفه تشوفه مش مساعدة لأنه هالكارت التغيرات اللي بتجيك منه بتكون عادة مؤلمة وبتكون قاسية فانت من النظر الأولى أو كبداية يعني ممكن ما تشوف الجانب الإيجابي بهالتغيرات اللي رح تجيك ولكن هي تغيرات لابد منها من نسبة لطاقة الحبيب المستقبل أو خطواته في المستقبل عم شوف هالشخص هالشخص عم شوف أنه في عنده مشكلة بالكوميتمنت أو مشكلة بالارتباط أو مشكلة بأنه يفوت بعلاقة جدية لأنه فيه في عنده نوع أو في عنده طاقة برية أو مثل الحيوان الطليق اللي ما بيحب أنه يكون مقيد فممكن أنت عم تتعامل مع شخص بيخاف كتير من أنه يفوت بعلاقة جدية لأنه بيخاف من أنه نفس الكارما أو نفس الدورة بالماضي تتعاد وتتكرر في المستقبل أو نفس العلاقة الفاشلة اللي مر فيها بالماضي تتكرر بالمستقبل فهالشخص عنده عنده مشكلة بالارتباط ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره لأنه عندك فبالمستقبل عم شوف أنه هو ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره ولكن ارتباط جدي والتزام عم شوف أنه هالشخص بيرفض هالفكرة أو بيبعد هالفكرة وكأنه وكأنه عم ينتظر رسالة أو عم ينتظر اشي معين أيضا البداية العاطفية اللي مو بيتمح فيها الحبيب أو الشيك في المستقبل هون عم شوف بالنسبة له لازم يكون فيها نوع من الجدية أو يعني لحتى هالشخص يوثق أو يحط نيته كاملة بالعلاقة ويرتبط فيها والتزام كامل لازم يكون فيها ارتباط جدي ومعنى أنه أنت لازم تتفرغ لهالشخص بالمستقبل أو ممكن يكون بيخاف كتير الشخص اللي بتتعامل معه بيخاف أنه يتربط أو حدا يقيده بيخاف أنه يخسر حريته فبالبعض منكم اللي عم تتعامل مع هالشخص بالمستقبل بدك تكون مرن مع هالشخص كتير وبدك تعطيه إشارات وأمارات بأنه أو تعطيه حريته تعطيه مساحة معينة يتحرك فيها هالشخص لأنه عم شوف أنه ما بيحب أبدا أنه بيخاف من أنه يتربط أيضا بيخاف بيخاف من أنه يخسر قوته بالمستقبل ممكن بعلاقاته الماضية هالشخص يكون تعرض لنوع من الأبيوس أو تعرض لنوع من التعنيف لأنه الملك هون طاقته كتير طاغية على الامرأة هون فممكن يكون بالماضي تعرض لنوع من الإساءة وخايف أنه بالمستقبل تتكرر مشان هيك وخايف أنه يرتبط لأنه لازم يكون عنده ثقة كاملة بالشخص اللي رح يرتبط فيه لأنه مبين أنه هو من ماضي تعرض لبعض الأشياء اللي هي يعني سببت له التراما أو صدمته ولسه عم يحاول أنه يستشفي منها في الوقت الحالي بالنسبة لتعقدكم في المستقبل عم شوف أنه رح تنحطه أنت وها الشخص بطريق أنه لابد من أنه تختاره تختاره اختياره في طرف في احتمالين في احتمالين بالمستقبل ممكن يصيره في شخص ممكن لأنه عندك اختيار هون في شخص ممكن يقرر الرحيل ورح يسبب كسرة قلب للشخص الآخر وفي شخص عم يحاول أنه الاحتمال الآخر أنه يجذب أو يكون في تصليح للعلاقة بينكم ولكن في عندك في التواصل ممكن تكونوا أيضا لأنه التواصل بينكم بيعكس يعني في اشيه حتى إذا ما كان في طرف ثالث أو في طرف آخر أو في حدا رح يترك العلاقة حتى إذا ضليتوا مع بعض عم شوف أنه في بعض الصعاب رح يتواجهكم بطريقكم لأنه أنت بتطلع بي هالشخص اشيه بيحتاج تحتاج إلى التعديل أو تحتاج إلى التصليح وهو أيضا رح يطلع فيك اشيه تحتاج أنه تنحل فممكن هالشيه اللي أنت بتطلعها تكون نوع من أنواع أيضا التراما أو الصدمة اللي مر فيها هالشخص اللي عم يحاول يتجنبها قدر الإمكان ورح تكون رح تكون مؤلمة العلاقة بينكم لطرف معين ورح تحتاج أنه إنه يكون فيها شفاء ويكون فيها استشفاء أيضا رح تطلب منك في المستقبل إذا هالشخص بده مساحها رح يطلب منك إنه تتفهم إنه هو مش ما بده يكون معاك ولكن في عنده إشيه بيحتاج يصلحها بحياته ويحتاج هو فقط يصلحها بحياته يعني مش رح مش رح تقدر أنت تساعده فيها ممكن فقط ترسله طاقة إيجابية أو تعرفه إنه إنت دائما رح تكون معه أو يعني موجود في حال إحتاج أي مساعدة أو أي شيء هدول كروتون رسائل ممكن تجيك من الشخص أو رسائل هالشخص الآخر بيحب إنه يحكيها لإلك ولكن مش يعني صعب عليه إنه يعبر فيها عن مشاعر تجاهك فهي بعض الرسائل اللي ممكن هالشخص يوجهها لإلك أيضا إذا حبيتوا فكرة الرسائل إذا بتحسوا إنها انطبقت هيك بكفي والله كتير بس ما ليش إذا بتحسوا إنه رسائل انطبقت ومفيدة كانت لإلكم رح نكمل فيها بي القراءات القادمة فحبيبك بده يحكي لك وحد الرسائل طاقتك مع هالشخص هو بيشوفها شيء نادر وصعب عليه إنه يلاقيها في شخص آخر ويوجدها في شخص آخر فإذا هالشخص اختار حدا آخر بحياته أو كان في طرف ثالث بحياتكم بحياته هالشخص فهم هلا أو استنتج هلا إنه هو اختار الشخص الغلط للبعض منكم فهالشخص مشاعره عم بتزيد تجاهك وعم يحس إنه بيوقع في الحب تجاهك مشان هيك ممكن أيضا هالإشي عم تسبب له مخاوف وعم يحاول يهرب من العلاقة لأنه ممكن لأول مرة عم يحس بإشي صادق بينكم فهالشخص بس يسمع أي شيء بيخص موسيقى أو أي غنية معينة بيحس فيها تجاهك أو بتأثر عليه من ناحيتك I can sense how you're feeling and thinking فطاقتك عم توصل لها الشخص بيحس بطاقتك بس تفكر فيه فتوصل له الطاقة بيحكي لك إنه هو بيحس كيف أنت بتحس وكيف أيضا بتفكر I don't know how to receive your energy teach me how to love and receive you فهالشخص بي عنده صعوبة بإنه يتقبل يتقبلك ويتقبل طاقتك لأنه ممكن يكون مش متعود على أشخاص مثل هيك بحياته فهو بده ياك تعلمه أو تصبر معه أو توريك كيف ممكن يحبك أو يستقبل هالتواصل بينكم I cannot lie I do touch myself thinking of you فهالشخص في عنده مشاعر جسدية تجاهك ومرات بيفكر فيك بطريقة جسدية I am watching you in real life or social media فهالشخص عم يراقبك سواء كان بالsocial media أو بالحياة الفعلية أو الحياة العملية بيتمد على إذا أنت عم بتشوف هالشخص بالحياة العملية أو بالsocial media فهي كانت رسائل ممكن فعم بيّن حبيبك بده يحكي كتير لأنه في رسائل كتير طبعت لإلك وجه الأسد فهي كانت بعض الرسائل اللي الشخص بده بده يوصلها لإلك أو بده يحكي فيها معك رح نشوف آخر إشي فقط نصيحها لإلك ففي بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص وفي تكملة لكارما قديمة رح تصير أيضا فيه نهاية أنت رح تمر فيها ممكن مع شخص قديم أو ممكن هالشخص رح يمر بكارما قديمة رح تسكر رح يخلص عليها لأنه في عندك أيضا ففي تغيرات أو فصول أنت رح تسكرها وفي عندك فصول أو أبواب جديدة رح تنفتح مع هالشخص فإذا أنت عم تحاول توصل لهالشخص كيف أنت بتحبه أو كيف بتفكر فيه هالشخص رح يشوف طاقتك أو رح يتعرف عليها أو رح يستقبلها يعني ممكن أنت تحس أنه بعض الإشي اللي بتوصلها لإله مش عم يعم توصل لإله أو مش عم يفكر فيها ولكن هي عم توصل لإله بالفعل أوكي حبايبي برج الأسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم اشتركوا في القناة